عندما تكون المصالح الشخصية هي أساس العلاقة بين شركاء العملية السياسية فإن كل الأحلاف والتوافقات تتغير وفقا للظروف وربما ينقلب الرفقاء إلى خصوم يتصادمون سياسيا أو عسكريا الإطار التنسيقي الذي شكلته الكتل النافذة في العملية السياسية أصبح معرضا للانهيار مع ظهور خلافات بين زعماء الميليشيات وسعي كل منهم لقيادة هذا الإطار والانفراد بقراراته مصدر صحفي مقرب من الإطار التنسيقي كشف أن الخلافات التي دبت داخل قوى الإطار تعود إلى الطموح الذي أعلن عنه زعيم ميليشيا العصاب قيس الخزعلي ليتزعم الإطار وظهرت الخلافات في الاجتماع الأخير لقوى الإطار التنسيقي في منزل زعيم ميليشيا بدرهادي العامري الذي حضره رئيس الحكومة محمد السوداني وغاب عنه المالكي حيث يريد الخزعلي تقديم نفسه زعيما للإطار في مرحلة التحضير لانتخابات مجالس المحافظات غياب المالكي عن هذا الاجتماع ثار قلق رعاة المشروع الطائفي من تطور الخلافات بين الخزعلي والمالكي إلى صراع علني يمزق الجسد الميليشياوي لذلك أرسلت طهران قياديا من فيغق القدس إلى بغداد بالتزامن مع وصول قيادي من ميليشيا حزب الله اللبناني وذلك من أجل احتواء الخلاف في البيت الميليشياوي وبحسب مصادر مطلعة فإن القياديين الإيراني واللبناني لم يتمكن من رأب الصدع بين المالكي والخزعلي حيث يصر الخزعلي على عدم تفرد المالكي بالقرارات المتعلقة بانتخابات مجالس المحافظات ويرى نفسه الأصلح لقيادة المرحلة المقبلة والضامن لعدم تفكك الإطار في ظل بروز تطورات جديدة تتمثل بنية الصدر خوض الانتخابات المقبلة وهذا الأمر قد يعيد كابوس الصراع الذي سبق تشكيل حكومة السوداني خلافات الشبكة الميليشياوية بدأت تدفع الأحداث نحو التسارع وتنظر بصيف ساخن تكتوي بناره جميع الأطراف السياسية